استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبان سكنية في مخيم جبلية شمال قطاع غزة كما استشهدت فلسطينية وطفل أصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس بنوب القطاع وقصفت طائرات الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى الاشتعال النيراني في أحد المباني السكنية وعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد أربعين ألف وتسعة وتسعين فلسطينيا جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ سابع من أكتوبر الماضي وإصابة اثنين وتسعين ألف وستمائة وتسعة آخرين